على كل المستويات نقدر نقول أن قانون التصالح في مخالفات البناء كله منافع فاكرين الراجل اللي كان بيطلع يبيع سكر النبات في الأوتوبيسات زمان ويتغزل في منافعه وأنه بيروى الدم وبيعطر الفم وبيضيع الهم المفروض أنه قانون التصالح في المخالفات يستفيد منه الكل اللي بنى لنفسه بيت يقنن وضعه وتستفيد منه الدولة أنها تحصل على العوائد من التقنين ده ويستفيد منه المجتمع أنه يعظم من قيمة سروة العقارية ويحفظها وينظمها وكله يتبسط وكله يبقى تمام الحاصل من ساعة ما سمعنا أن القانون هو مشروع لحد مصادر وتعدل مرة واثنين وثلاثة أن في القانون حاجات ما تخليهوش سكر نبات كأن في حاجات يعني معطل المراكب السايرة وده خلينا نسأل هل نسبة التصالح في المخالفات في حدود المتوسطات المتاقعة هي أحوزة أو أزمة الأحوزة العمرانية المشاكل المرتبطة بيها في تعديلات القانون كل أهداف قانون التصالح في مخالفات البناء أهداف نبيلة أهداف عظيمة بتنظم شوارعنا بتحفظ أرواح الناس بتطبق القانون بتقضي على العشوائيات بتحمي أراضي الدولة بتزود مواردها الاقتصادية بتحمي الأراضي الزراعية من التآكل استحنا في حالة من الحوار المجتمعي بخصوص القانون ده قالنا فترة طويلة فإحنا قدرنا نوصل للصيغة معينة لتنفيذه النهاردة هنتناقش في قانون التصالح أثره على السرع العقارية وتطبيقاته في أضايا زي الأحوزة العمرانية وتفاصيل مهمة وملفات مهمة مع ضيوف من أكتر الناس اللي فاهمين في الملف ده النائب إيهاب منصور رئيس الهائة البرلمانية الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مجلس النواب أهلا بحضرتك أهلا بك يا سيد النائب ودكتور صابري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية صديقا أهلا بحضرتك يا أهلا وسهلا في مصر جديد ده خليني أبدأ مع سيد النائب يعني مواطن بنا بيت على أرض زراعية هل متاح يقنن البنى ده ويعمل تصالح على الورق الإجابة آه على الطبيعة لحد الوقت الإجابة لا ليه؟ لأن حضرتك قلتي في النص كده قصة الأحوزة العمرانية علشان الناس اللي بنين برا الأحوزة العمرانية في أراضي زراعية يتصالحوا سواء قدموا في الـ 2 مليون و 800 ألف اللي فاتوا في قانون اللي فات أو كما قيل حوالي أزياد من نصف مليون قدموا في القانون الجديد كل الناس دي عشان تتصالح محتاجة لما خارج الحيز يبقى فيه أحوزة العمرانية تم تحديدها ثم تحديد لحاجة اسمها كتل قريبة يعني أدي الحيز العمراني أدي بقى الكتلة اللي بعديها القريبة دي اللي في النطاق اللي هيبقى فيه تتصالح لما يتحدد ده تقدر اللي جان بما أنه ده تحدد تشتغل وتخلص طيب لكن لحد الوقت أغلب الدنيا وقفها بسبب لحوزة ما خلصتش وكتل قريبة ما خلصتش دكتور صبري مواطن تاني بنا بيت داخل أرض زي ما كان سيادة النبي يقول على أو في داخل الحيز العمراني من غير ما ياخد ترخيص إيه الإجراءات اللي ممكن تتاخد ضده وإزاي يقدر يتصالح على البيت ده حيبقى فيه سؤال بيطرح للإجابة على سؤال حضرته هو بنا إمتى لأنه القانون حدد الأوقات النهائية للتصالح فإذا كان بنا بعد الأوقات دي لا يمكن يتصالح إذا كان بنا قبل الأوقات دي وقبل آخر تصوير جوي تم القيام به حيتصالح القضية مش قضية أنه بنا على أرض زراعية فقط لأنه اللي بنا على أملاك الدولة مخالف اللي اغتصب أرض من أملاك الدولة وحط إيده عليها ورح بنا عليها ده ارتكب مخالفتين مخالفة الاعتداء على ملك المجتمع اللي هو أرض الدولة ثم أنه بنا بدون ترخيص فلابد أن يتم التصالح حين على مرحلتين المرحلة الأولى تقنين وضعه كمغتصب للأرض أو وضع يده عليها المرحلة الثانية تقنين البيت المخالف أو المبنى المخالف اللي بناه ترجمة نانسي قنقر